أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن العلاقات بين مصر وأشقائها من الدول الأفريقية تشهد تطورا مستمرا في عهد الرئيس السيسي كما أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال استقباله رئيس مجلس الشيوخ بدولة بورندي على مواقف مصر الداعمة لكافة القضايا الأفريقية لا فتن إلا أن موقف مصر من قضية سد النهضة لا يعني وقوف مصر ضد حق الشعب الإثيوبي في التنمية إنما ما تريده مصر أن يتم ملء السد في إطار قانوني يحترم المواثيق والأعراف الدولية من جانبه أكد رئيس مجلس الشيوخ البورندي على تقدير بلاده لدور مصر التاريخي في دعم القضايا الأفريقية